طبعا أنا ساعدتي لتوصف لكل الأسباب اللي ممكن حضرتك تطرحها سبب كبير جدا منها أنه وضفنا العزيز الكريم اللي بجد منور الستوديو بالمعنى الحرفي والكامل دكتور أحمد زايد عالم الاجتماع ألهام والكبير في ضيافتنا فيابختنا ده أولا والله معاكد أكبر والله مشاكر جدا يا عبد الضعفة وطبعا مدير مكتبة الأسكندرية اللي دايما زي ما كنت بقول لك وحتى في المقدمة بتاعتنا قبل ما نبدأ الفقرة هي المنارة اللي ملأت العالم تنويرا وأفكارا في العالم القديم ونظنها أنها سوف تظل كذلك في عالمنا الحديث إلى أن يتم اكتشاف عوالم أخرى والله إيه مش عارفين فالأول أرحب مرة كمان بدكتور أحمد زايد إزاي الحالي؟ أهلا محمدك أفضل كله تمام كله تمام الحمد لله شكرا على الاستضافة وربنا نخليك إحنا اللي شكرا دكتور منورنا في السلوية دي حاجة كبيرة جدا عندنا يعني وعلى بقى الاجتماع دول أصليهم مكانة عظيمة الحقيقة يعني أظن في عقول وفي أزهان وفي ضمائر الكل اللي بيفهم يعني إيه قيمة علم الاجتماع بس أنا هروح الأول على مكتبة الإسكندرية ومش بالشيء التقليدي ولكن بجزء من اللي شفناه في التقرير وحضرتك حكيتلي عليه أنا شفت ناس قاعدة بتشتغل في قسم الترميم في المكتبة فسألت سادتك واحدة من الطراج على التقرير قلتلك يا فندم هوا دول بيرمون مخطوطات قلتلي آه وإحنا دلوقتي عندنا مشروع كبير لترميم مخطوطات قناة السويس أنا عايزة أبدأ من هنا طبعا وانا قسم الترميم ده في المكتبة أنا نفسي لما دورت المكتبة وتعرفت عليه يعني نفسي يعني في القططين مهمين جدا لقيت شباب مصري بناته صوبيان صغيرين بيشتغلوا بهمة ونشاط وفي شغل هم متخرجين من كلية العلوم وقسم كيميا وقعدين يشتغلوا في الورق يعني مهترق ويحولوه خلال إيديهم الصغيرين من أمنيمة دي وأسلبهم الدقيقة دي يحولوه إلى ورقة مقروعة وجميلة جدا وكده وفجأت أنا بأنهم بيعملوا شغل ليس في المخطوطات اللي هي مخطوطات قديمة زي مثلا المصاحف القديمة والكتب المكتوبة في خط الإيد القديمة ولكن بدأت بعض المؤسسات تلجأ إلى هذا المكان لأنه هو فعلا بيت خبرة كبيرة جدا لدرجة أنهم بيصنعوا الورق الورق نفسه اللي بيتم به الترميم ده كانوا بيستوردوه من برة وبعدين في ظروف الصعبة بتاعة الاستيراد كده راحوا عملوا طرائق جده وعجينة كيميائية بمساعدة المشهر وصنعوا الورق داخل المكتب فهم لقيتوا أنهم حكولي بقى على المشروع اللي موجود اللي حددك بتتكلم عنه أنه الوسائق بتاع القناة السويس مش يعني مش وسائق قناة السويس اللي هي في الفترة النص التاني من القرن التسعة عشر لما تعملت قناة السويس فكانوا بيكتبوا كل الشغل بتاعها الحسابات والتقارير وكل حاجة بخط اليد في مجلدات ضخمة كده المجلد ضخمة كده كبير جدا ومكتوب بخط منمخ جدا وكده طبعا المجلدات دي متخزينة فأصابها بعض التلف كده في الجلد وبعض الأوراق في الآخر كده فحصل اتفاقية بين المكتبة وبين هيئة قناة السويس وجابوا كل المجلدات دي العددها ضخمة جدا يمكن 1800 مجلد ولا حاجة ومدأت تترمم داخل المكتبة وكل ما يخلص مجلد أحداث اكتورة تتفرج عليه بقى في شكله لأنهم بيرجعوا حتى الجلدة في لونها يعني لو اللون أصبح باهتم يعني إلى حد ما يعني هم بيرجعوا تاني زي نفس اللون القديم لو في مثلا حاجة كده في الجلدة مثلا حشرة كلت حتة منها عملت حاجة فبيفضلوا ينظفوها جدا جدا حطوا عليها ببعض الكيمويات وبعدين رجعوها تاني زي ما كانت بنفس لونها والمجلد بيرجع تاني زي ما كان هذا المكان أنا نفسي انبهرت به جدا جدا قالوا لي بقى أنه عرفت بقى من المعلومات أنه كتير جدا من الجهات بتلجأ إلى هذا المكان عشان تعمل ترميم وأنه بدأ حتى ينتشر في بعض الدول العربية يعني السمعة بتاعته بتنتشر في بعض الدول العربية أنهم بيطلبوا من المكتبة أنها تعمل بعض الترميمات لبعض الوسائل وحتى ممكن جدا لو واحد عنده وثيقة يعني تلفى وعنده حاجة هو عايز يحتفظ بيها هو ممكن يلجأ إلى المكتبة يعني ده أنا بقول يعني ممكن جدا جدا يلجأ إلى المكتبة وأهلا بيه وإحنا نعمل له يعني المكان ده يستطيع أنه حتى يعمل للأفراد ترميم لبعض الوسائق اللي هما بيحبوا يحتفظوا بيها في ناس بيبعندهم حاجات قديمة يجبين يحتفظوا بيها بنفس صحيح فأولى الحاجات والمكتبة حضرتك لما أنا عملت جولة في المكتبة أول ما روحت بصراحة وحسيت أنه المكتبة مظلومة في التعرف عليها بمعنى أنه الناس الأفكار اللي على المكتبة مشواشة في ذهن الناس الناس اللي بيضروها من بره عارفين قيمتها جدا جدا لدرجة أنه كان فيه واحد من مؤسسة هتعمل عندنا مؤتمر يوم الخميس القادم هي مؤسسة اسمها أنا ليند طبعا اللي هي الدول اللي حول البحر المتوسط شمال وجنوب وهي بتعمل على اللم الدول والثقافة بتاعتها وإحنا المكتبة بتشتغل معهم يعني عمنا اتفاقية معهم وهم بيعملوا المؤتمرات بتاعتهم عندنا فأنا قاعد أتكلم معايا عن المكتبة فبقول له دي مؤسسة عالمية قال لي لا هي مش عالمية هي سوبر انترناتش بنفس اللفظ كده هي أكتر من عالمية أحيانا لما بكلم مع بعض الإخوة من مصر ناس كتير عارفين المكتبة وعارفين قيمتها وكده بس الناس كتير إما أنه مش عارف المكتبة بشكل دقيق يعني مش عارف تراصها وتاريخها ومش عارف أنها كتير جدا من الناس بيعرفوش أنها هي بنيت على مكتبة قديمة كانت موجودة في الأسكندرية في المتين قبل الميلاد وأنه كانت الأسكندرية دي إشعاع وكانت انتقلت إليها كل الثقافة بتاعت أثينا وكل الفلاسفة والمفكرين والعلماء بتوع أثينا جم وقعدوا في أسكندرية وكانت فيها حوالي تسعمائة يعني ما يقرب من تسعمائة ألف لفافة يعني ورقة برد يعنيهم بالقرب من مليون وحتى المكتبة الحديثة مصممة فيها حائط كبير كده فيه بيجين هولز كده فيه الفتحات كده يعني رمز للمكان اللي كانوا بيحطوا فيه الكتب زمان كتب اللفاتات البرد دي زمان فمعض الناس بيتصوروا أنها مخزن كتب يعني عادي الكتب تسكندرية القديمة دي كانت لو صح التعبيره صحيح لو أنا غلطان بعرف دلوقتي أو بالعرف الحديث هي كانت جمعة كبيرة جدا ومركز معارف عالمي طبعا لأنه إحنا في العالم القديم فيه مراكز حضارية كبيرة جدا كان من أكبر هذه المراكز في أثينا القديمة في بلاد اليونان هي اللي طلع منها سوكرات وأريستو وأفلاطون طبعا وطلع منها طلع من نفس بلاد اليونان الأسكندر الأكبر وغزى العالم كله وفتح دول كتيرة جدا جدا ويعني انتهت لما انتهت الحكم الأسكندر والإمبراطورية بتاعته بدأت تفتت مبينة جميرالات أصدقاء فبدأت تظهر فترة في التاريخ بيسموها الفترة الهيلينية والهيلينستية اللي هي فيها حكم البطالمة اللي كان أخيرهم كلهم في مصر كانوا بطالمس فهو ده في الفترة دي بدأت اليونان مكانتها التاريخية تهبط وتظهر مكانها الأسكندرية فورست هذه الثقافة وبدأت كتير جدا من الفلسفة ينتقلوا إلى الأسكندرية وفيها بقى علماء رياضيات وعلماء فلك وعلماء طبيعة وفلاسفة واللي بيقرأ مثلا كتاب الدكتور حمد إبراهيم ربنا يدله الصحة أستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية عن الأدب السكندري وبعدت فيه الفلاسفة والمفكرين اللي كانوا موجودين في بلاد في الأسكندرية بالواحد يعني فلان وفلان وفلان وحاكي القصة طبعا فيه كتاب مشهور جدا لأستاذ الدكتور العبادي اسمه مكتبة الأسكندرية وفي الكتاب ده حكي قصة بناء الأسكندرية بناء المكتبة القديمة وإزاي كان حكام المصر في الفترة دي بعض من البطالمة كانوا بيهتموا بالكتب جدا لدرجة أنه في واحد منهم عمل قانون كده أنه أي مركب ترسوا في مدينة الأسكندرية تروحوا الناس اللي في المركب أي واحد معاه كتاب فبيأخدوه منه وينسخوه ويحطوا فيه نسخ في مكتبة الأسكندرية ورجعوه له تاني يعني مش بيسيطروا عليه فتظل المكتبة فيها حالة تجدد فبيظل المكتبة فكرة التزويد اللي احنا بنسميها دلوقتي لما بنزود المكتبة بمخطوطات جديدة أو بكتب جديدة فالمكتبة كانت مكان زي ما حظك بتقول كده فعلا زي ما تكون جامعة لأنها لم تكن فقط مكان للقراءة ولكن كانت مكان للتدارس ومكان للفكر وكانت الأسكندرية ظهرت فيها فلسفات وظهرت فيها أفكار وظهرت فيها آداب وظلت الأسكندرية بناء على هذا التاريخ القديم ظلت مكانا للتعددية الثقافية والالتقاء بين الثقافات المختلفة على مدار التاريخ كنت تجد حتى يعني في العصر الحديث بتاعنا يعني في القرن 19 وبداية القرن العشرين كله كنت تجد الأسكندرية دي مليئة باليونانيين والإيطاليين والأرمان وفيها حدوقت قريب جدا يعني الثقافة اللي اسمها الثقافة الكزموبوليتانية الثقافة اللي بتندمج فيها وتنصهر فيها الثقافات المختلفة بحيث يفهم الإنسان أو يفهم نفسه أنه بني آدم فيه بطقة كبيرة جدا وفيش تميزات لا حسب الدين ولا حسب العرق ولا حسب اللغة ولا الناس بتميز بعضها عن بعض ولا الناس وإحنا لما نرى حتى السلاسية بتاعت إبراهيم عبد المجيد الأديب الكبير بتاعنا طبعا بنجد أنه بتحكي قصة الأسكندرية لا أحد يلان في الأسكندرية الأسكندرية بقى رونة بتاعها وبعدين بدأت تيجي طيور العنبر وبعدين بدأت في الآخر خالص الأسكندرية في غايمة يعني دخل فيها بقى يعني طبعا وده كان في مصر كلها هو اللغة العربية كله الحركة المتطرفة اللي دخلت على العقل السكندري والعقل المصري والعقل العربي وبدأت تخزو فيه الأفكار المتطرفة المتعصبة اللي بتحول الكزمو بوليتانية أو تحول الثقافة الإنسانوية دي أو الإنسانية العميقة اللي فيها روح وفيها أخلاق وفيها حب وفيها تسامح تحولها إلى ثقافة جامدة وثقافة متصلبة غير قادرة على أنها تتفاعل مع العصر وغير قادرة على أنها تتطور وتخلي المجتمعات كلها تقف مكانها كده تتفرج والمجتمعات التانية تتغير وتستوعب التعددية وتستوعب الأفكار المختلفة يعني أنا حتى يمكن على ذكر ده برضو أتذكر رائعة داود عبد السيد رسائل البحر بالضبط تعملت فيلم كمان يعني كان هنا الأساس صلاح عبد الله يجسد منتهى الجمود ونمط الاستهلاك والنفعية المطلقة والنحية التانية أس الرياسين وبسمة وهم بيجسدوا منتهى الحالة الرومانسية اللي تبقى موجودة جوه الأسكندرية من اختلاف طريقة التفكير لاختلاف الثقافة الاجتماعية لاختلاف حتى الأدوات بتاعت إزاي بنقدر نتفاعل مع المجتمع ومع الحياة ومع مشكلاتها دا صحيح لأنه هو وإحنا يعني نشقة المكتبة الحديثة يجب أنها تفهم بقى بهذا المعنى مخزن كتب دا المكتبة الحديثة دي رمز لأن تستعيد الأسكندرية هذا النمط القديم وأن تصبح الأسكندرية هي بوتقة للتعددية والالتقاء للثقافات وكما كانت مصر كلها مش الأسكندرية فقط مصر كلها دائما حضرك عارف في التاريخ أي هي ملازل الناس يعني اللي بيجوها من كل يعني ناس كتير جدا متروضين حتى من بعض البلاد إلى الآن بتستوعبهم ويتم استدماجهم داخل الثقافة المصرية وكانت الأسكندرية نموذج مصغر لهذه المصرية يعني لو احنا قلنا مصر كلها كده وخذنا كلام جمال حمدان بأنها يعني هي سرة العالم مكان في موضعها وموقعها هي المكان اللي فيها جغرافيا وتاريخ وسياسة لا يستطيع العالم أبدا أنه ما هو يستغنى عنها ولا يستطيع العالم أنه هو إلا أن هي تبقى ممر للثقافات وممر لتقاطع لتقاطع الأطر المعرفية المختلفة وفيه ناس كمان بيكلموا حتى في العصر القديم عن فترة بيسموها العصر المحوري اللي هو الفترة ما قبل الميلاد بمئتين سنة كده اللي اتعملت فيها المكتبة وما بعد الميلاد بمئتين سنة كده كانت عصر كانت مصر بتلعب فيه دور كبير جدا جدا والفترة دي هي اللي ظهرت فيها حتى يعني كانت الديانات الديانات اللي هي الديانة اليهودية والديانة المسيحية الفترة دي ظهرت الديانة المسيحية وبدأت الكرابة المرقوسية في الأسكندرية وكانت نشأة البطرياركية عندنا في الأسكندرية البردية وهي موجودة البردية دي وعندنا صورة منها في المكتبة أن هي بتحكي قصة المكتبة لأنه كان فيه لغط كبير جدا حول تاريخ المكتبة القديمة فهذه البردية بتحكي تاريخ المكتبة وتقول أنه ربما تكون تم تدمرها بلاء على الصراع اللي حصل ما بين الرومان والمسيحية لما المسيحية دخلت مصر في عصر الشهداء اللي أتكلمه كانوا بيكرهوا أي شخص بيعتنق الديانة المسيحية أو أي حاجة وفيه صراع كبير جدا ربما يكون في هذه الفترة من الصراع تم حرق المكتبة أو المكتبة أهملت ربما تكونش يعني أهملت واندسرت تحت هذا الصراع استمرت يعني الحد حتى ما أصبحت مش بس الأسكندرية كان أصبحت الامبراطورية ديانتها الرسمية المعترف بديها الديانة المسيحية في وقت الامبراطور قنستنطيني يعني استمرت ده تم ده تم ما كانش موجود على المكتبة أوي في الفترة دي لأنه ده تم في القرن الرابع الرابع قرن الرابع الميلادي يعني بقى احنا كنا مر تقريبا كده على نشأة المكتبة أكتر من حوالي ستة كرون ولا حاجة فربما يكون كان باقي بعض الأشياء من المكتبة إنما طبعا حددك أشرت الدوطة دي ودي هامة جدا في تاريخ أنه بعدما الرومان تصادموا صدام كبير جدا جات روما سقطت روما في القرن الرابع سقطت روما تحت زحف القبائل الغال وقبائل اللي جات من أوروبا أو سقطت روما فكان ليس هناك من أمل عند الرومان إلا أن هما يستنجدوا بالمسيحية فقسطنطين ذا ما حددك أشرت تبنى المسيحية والبعض المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة الرومانية يعني أو للامبراطورية الرومانية تاريخ القديم دا تاريخ جميل جدا وفيه حاجات كتيرة لدم تتقال بس وإنه اللي أنا عايز أأكده بأنه اللي فكر في المكتبة فكر في ضوء هذا التاريخ يعني يقرأ هذا التاريخ ويقول أنه المكتبة الحديثة أنشئت لكي يعني تبقى مصر زي ما كانت في مكان بيديها هذه القدرة أنها تأثر في ثقافة العالم وتشكل ثقافة العالم في العصر القديم فهي لها نفس القدرة أنها تشكل ثقافة العالم في العصر الحديث ويمكن لمكتبة الأسكندرية طبعا بالتعاون مع المثقفين والتعاون مع كل المؤسسات الثقافية المصرية يعني أن هي تعمل رؤية للعالم لأن العالم اللي احنا فيه غير العالم القديم العالم المعاصر يختلف شوية عن العالم القديم العالم القديم كان إمبراطوريات والإمبراطورية دي بتبقى مكان مترامل أطراف كده كبير جدا ويبقى فيه دولة مركزية كده قابضة على الأمور وغالبا الإمبراطورية دي بتبقى قائمة في يعني معظم سلوكها على الحرب والقتال والتصادم مع الإمبراطوريات الأخرى إنما في العصر الحديثة احنا عندنا دول عندنا نيشن ستيتس يعني عندنا دول أمم يعني والوحدة الأساسية في المكون الكوني اللي احنا عايشين فيه هي الدولة الدولة الأمة طبعا وهذه الدول بالمنظومة التي عاشت فيها هي بحكم تكوينها منظومة رأسمالية يعني المسيطرة عليها السوق الرأسمالي مسيطرة عليها المادة ومسيطرة عليها آه طبعا منظومة رأسمالية والدول الغربية نجحت في السيطرة على العالم بهذا الشكل بالنظام الرأسمالي ده والعالم تحول إلى أنه عالم برضو يبقى فيه حروب كتيرة ويبقى فيه صراعات كتيرة وكل ما نتقدم إلى الأمام رغم أنه عندنا مثلا إعلان حقوق الإنسان وعندنا الأمم المتحدة وعندنا اتفاقيات كتيرة جدا بتدعو للسلام وعندنا اليونسكو وكل حاجة بس كل شوية الحروب بالزيد وكل شوية صراعات بين الدول بالزيد وكل شوية كمان الصراعات داخل الدول نفسها بالزيد فأصبح عندنا مشكلة العالم بيتقدم من ناحية الاقتصاد بس بيتخلف من ناحية الثقافة والأخلاق والجوانب المعنوية طيب وده سؤال فعلا دكتور يعني أنا هنا وعنا لازم أنتغذي الفورسة ورده القصة مش بس في المكتبة هل العالم بيتخلف أو بيتراجع إنسانيا؟ آه طبعا طبعا بكل ما يطلقه العالم من أسماء وشعارات ومؤسسات عاملة إلا أنه هل فعلا بيتراجع؟ بيتراجع طب بيتراجع إنسانيا الأسباب كثيرة أولا الإنسان فيه اللي هو طبعا الحداثة ده العالم الحديث هو بيعتبر أنه الإنسان هو مركز الكون يعني الإنسان ده هو محط الاهتمام وهو له الحقوق وهو المركز الأساسي في أي تكوين أرغم إنه الإنسان هو مركز الكون والإنسان هو يعني مركزية الإنسان في الفكر وفي الثقافة وفي تكوين المجتمعات إلا أنه هذا الزخم من التطور اللي فيه مادة كتير أو فيها تكنولوجيا تكنولوجيا بتتطور بحيث أننا مش قادرين نواكبها وبالسيطرة علينا سيطرة كبيرة جدا فيتحول الإنسان ده اللي هو مركز الكون إلى إنسان عايز أقول لفظ كده يعني مصفد يعني مكبل مكبل مغلول مغلول وفي ألفاظ كتيرة قيلت عنه في علم الاجتماع يعني قيل عنه مثلا أن هو مسلوب الإرادة قيل عنه أن هو عقله أسير قيل عنه أنه إنسان ضال قيل عنه في مدرسة فرانكفورت أنه إنسان أدائي تحول الإنسان إلى أنه يبقى أشبه بالآلة أنه الأدائية فيه والآلية كده أنه هو بيفكر بشكل آلي وبيصرف بشكل آلي الجوانب المعنوية بتتاخد منه بتتاخد منه بتتسحب منه والجوانب الإنسانية بتتسحب منه وذلك الفرضية اللي حضرتها اكترحتها فرضية قوية جدا ومهمة جدا فيه فهمنا لطبيعة العالم اللي احنا عايشين فيه العالم بأحد القضايا الأساسية الآن التي تشغل العالم كله قضية التراجع الأخلاقي الوهن الخلقي إنه مش في مصر بس ده ما نكلم منه بياله في العالم كله فيه المورال ديكلاين ده أصبح حتى فرع من فروع علم الاجتماع دلوقتي فيه فرع كده اسمه سوسيولوجي وف مورال ديكلاين يعني سوسيولوجيا علم الوهن الأخلاقي أو التدهور الأخلاقي إنه العالم في ضوء فقده لهذه الروح الإنسانية فقد الترابط الترابط الإنساني الجامع اللي بيجمع البشر وبقت الفرضية تحل بحل الجامعية والقيم تتحول من القيم المعنوية إلى القيم المادية وتتحول أيضا من القيم الجامعية إلى القيم الفرضية ويبقى السلوك فردي وتتتح الحدود أمام الفرض بحيث أن الأفراد أصبحوا يتصرفون وكأنه لا حدود في بعض الأحيان يعني حتى حدود القطر القانونية والعرف اللي كانوا علماء الاجتماعي القدامى زي دوركايم مثلا يكلموا عنه كان يقول على الظاهرة الاجتماعية دي إنها ظاهرة قهرية يعني القاعدة الاجتماعية قاعدة قهرية بمعنى أنه لا أحد يستطيع أنه هو وهمش مكتوبة ولا حاجة ولا في شكل قانون بس هي ملزمة وقهرية والفرد بيسلك في المجتمع تحت وطئة قهر النظم وقهر القوانين في العصر الحديث ده تفكك وأصبحت الحدود الفرد قادر على أنه يتجاوز الحدود ويتجاوز حتى حدود القاعدة لأنه أصبح جزء من فخره الذاتي أنه قادر على كسر القاعدة قادر على قسر القانون أو كسر القانون أو كسر الأعراف والتقاليد ده صحيح ولذلك وده طبعا فيه تباين بين الدول وبين المجتمعات في هذا الموضوع بنجد إنه في بعض المجتمعات لسه برضو كسر القوانين ده بياخد شكل مثلا أن أنا أبقى حر في حاجات كتيرة جدا في الحياة وياخد شكل مثلا أن أنا أعمل أسرة اللي أنا أعيزها والشكل اللي أنا أعيزه بعيدا عن الأعراف والتقاليد بعيدا عن الأعراف وما تسنوا القديم زي ما بيعمله مثلا الأسر من الرجالة بس وأسر من الستات بس فده في كسر القوانين صحيح إحنا عندنا في المجتمعات بتاعاتنا الكسر بقى بياخد شكل حاد شوية يعني ولذلك هو ده اللي بيخلينا إحنا نبقى نبقى عندنا قلق على الأخلاق إنه الكسر بيبقى شوية فيه تعدي يعني إن أنا مثلا هدي مثال بسيط جدا يعني أنا أنا ألاقي حتة قدام بيتي كده مش ملكي وما حدش بيستخدمها أروح وخيدها ألاقي الرصيف مفتوح وما حدش برأيبني قوي يروح واخده برصيف وقعد عليه يعني عارف حتى في داخل المؤسسات الرسمية لما يبقى فيه مثلا في داخل المؤسسة الرسمية أي موظف بيبقى عنده المفروض واجب أخلاقي ومسؤولية أخلاقية تجاه الحاجة اللي قدامه إنه أنا البتاع دي مش ملكي يعني ليست ملكي فأنا في كسر الحدود أستملكها يعني أستخدم التلفون زي ما أنا عايز وأستخدم الوقت زي ما أنا عايز وأستخدم الأدوات اللي موجودة قدامي يعني فأتي كسر الحدود ده بيختلف من بلد لبلد يمكن أنا لازم هطلع فاصل خرجنا عن المكتبة بس طبعا لا أتلاقا ما خرجناش بس خروج جميل أقول لحضرتك ليه ما خرجناش أنا بنسبالي خروج جميل جدا أنا بنسبالي خروج مبهر رائع عظيم يعني أنا عايز أكمل كده لحد بكرة يعني أصدقائي أو القاربين مني مراتي أمي عيالي أخواتي عارفين أنه ده الحديث اللي أنا بفضل قاعد فيه سكت وأكيد لاحظت أن أنا مزيع بيتكلم كتير بس أنا قاعد قدام حضرتك عامل كذا والله أتكلم جد ليه ما خرجناش لأنه هو ده جزء أصيل في البناء الأساسي لمكتبة الأسكندرية قديما اللي تعاملت على منظومة قيامية مش منظومة أخلاقية هي فكرة الاختلاف ومحاورات الفلاسفة وإطلاق العنان للأفكار بس إحنا في النهاية خالص لدينا سقف السقف ده مش هو سقف الإبداع وإنما هو سقف الالتزام الأخلاقي الناس اللي يسألين لزيح حالاتي إحنا عيشنا وتربين على أنه الصراع دائما هو صراع اقتصادي لكن هنا بيخليني بقى أسأل ويمكن أظنه ده يجي بعد الفاصل هل إحنا أصبح في عندنا صراعات مش بس صراعات قيامية أصبح في عندي صراع الطبقات على حسب التصنيف الاجتماعي مش التصنيف الاقتصادي الاتنين أغنية بس ده غني بطريقة وده غني بطريقة هبسط دون إخلال ودون تسفيه ده الغني بتاع البكيني ودول الأغنية بتوع البوركيني دول ودول الاتنين بيشتروا ميوهات بسبعة وبتمن وبعشر تلاف جنيه بس دول مش قابلين دول هل ده بجيء عن اسكندرية ومكتبة اسكندرية أنت هنا تبحث في عقل المسؤول عن هذه المكتبة ونشطها خلال الفترة القادمة التي لا نتمنى أن تكون قصيرة على الإطلاق دكتور أحمد زايد استنون ترجمة نانسي قنقر 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 نسميهم محدود الدخل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بس احنا التمايض ده بيحدث للأسف داخل الفئة الوحيدة داخل الطبق يعني داخل كل فئة هتبصت لايه نفسك يبقى فيه صراع صراع على حاجات بسيطة جداً لانه احنا علاقتنا بعالم الحداثة أصلاً علاقة فيها تشوه كبير جداً لان احنا لما بنلتقم مع عالم الحداثة مش كتير بينا بياخد عقل الحداثة ولا بياخد فكر الحداثة ولا بياخد علم الحداثة ولا بياخد السلوك الرشيد بداع الحداثة وبياخد رؤيته الذاتية لا دا هو بياخد القشريات الحاجات اللي برا ويتصور انه الحداثة انه يشتري مثلاً مركات كتيرة وانه هو دا الانسان الحديث انه يشتري مركات كتير اول ان الانسان الحديث انه هو يعني دايماً انا بقول عندي فكرة كده انه بناخد كل حاجة من الحداثة ونبالغ فيها قوي يعني ناخدها ونفسرها حتى الفكرية يعني حتى ناخد فكرة معينة نكبرها ونأذوارها زي ما بيقول الشباب وكده فناخد من الحداثة حاجات هدي أمثلة بسيطة جدا يعني موضوع السلطة إن أنا أبقى مثلا شاغر مكان معين أو بأشغل مكان معين هو عادي الإنسان بيأد دور وبيمرس مهنة وعليه إن هو يحقق الدرجة عالية من المسئولية في أداة هذه المهنة والحراثية في هذه المهنة إنما ما يحيط بالمسئولية دي بالسلطة دي بقى من مظاهر للظهور وفرض الرأي وممرسة القهر على الآخرين وممرسة أعرف سموه سجون المسافة إن أنا أبعد عن الآخرين كده وأبقى جسدي جسد مركز كده للعالم والتف حوالين جسدي وتبقى الأجساد حوالي محيطة بي أو عمالة تتنطط حوالي وتعمل يعني عارف الفكرة دي نفسها مش موجودة في المجتمع الحديث بس هي فزي بنفس الطريقة برضو علاقتنا بعالم الاستهلاك كل واحد بيتبارع عشان يجيب الحاجة اللي يغيظ بها التاني يعني عارف مش بي يعني فبيظهر هنا نوع من التباعد الأفقي صح أنا وحضرتك من نفس الفئة الاجتماعية بس إحنا عمالين لإن إحنا اهتمامنا وعلاقتنا بعالم الحداثة زي ما بقول حتى اهتمامنا المهنية يعني للأسف الشديد كتير من اللي بيعمله بعض هذه السلوكيات بيمرشوا مهن محترمة جدا والبس تلاقي مظاهر الاهتمام بالجوانب اللي فيها يحب بقى يسكن في حاجة فاخمة ويلبس حاجة فاخمة ويركب عربية فاخمة ويعمل حاجة فاخمة والمهنة بتاعته تتهري يحصل لها دي سكيلينج عمال يهري في المهنة وهو يتضخم من يعني يبين طول الوقت مركة الأميس يتضخم في الجسد يتضخم في الجسد ويترك المهنة تزوب يعني هو ده يعني يعني بيطلع كده يتضخم في في بعض المظاهر اللي هي مرتبطة بالجسد مرتبطة بالاستهلاك مرتبطة بالمظاهر اللي اللي فيها الحكم البشر يعني هو بيهتم بحكم الآخرين عليه مش بيهتم فيه كتاب مشهور جدا كتبه واحد اسمه إيريك فروم من علماء مدرسة فرانكفورت هو مترجم باللوع العربية اسمه المظهر والجوهر وهو بيقول في الكتاب ده بشكل بسيط كده إن البشر دول نوعين في نوع هو بياخد قيمته من من المظاهر من الآخر يعني أنا باستمد قيمتي من رأي يا حضرتك فيها واستمد قيمتي من كل المظاهر الخارجية لو أنا هقول هنا باستمدها من العيلة باستمدها من كذا باستمدها من صداقة باستمدها من شلة باستمدها من دفعة مش مهتم بالتحليل الذاتي إنما فيه ناس بقى صحاب جوهر يعني هو بيهتم بال يعني هو علاقته بنفسه أكتر من علاقته هو بيحترم الآخرين ويتفاصل معهم بس هو بيستمد دائما قيمته من نفسه ومن رضاه عن نفسه وقناعاته الشخصية مش رضا مش المظاهر بذلك أنا من الحاجات اللي بتزعيجني جدا جدا إنه هذا الشكل من أشكال السلوك بيعمل نوع من التباعد الاجتماعي بين الناس بيخلي مثلا الناس حتى في العمران ناس تسكن بعيد عن ناس يعني ناس يتركوا المجتمع خالص كده ويسكنوا بره ويعملوا كده جتة ويعمل جتة ويعمل ويحصن نفسه داخل ويبقى ده شكل من أشكال التميل اللي احنا بنقول عليه وناس مثلا تروح تصيف في مكان معين وتعتبر ده إنه هو محرم على دخوله على الناس الآخرين أو يبقى فيه أماكن إنه ده بيخلق أشكال جديدة من التباعد الاجتماعي اللي فيه خطورة من وجه النظري على نتيجة المجتمع يمكن يكون أكتر من فكرة التحلل الأخلاقي أو زيه بالضبط اللي احنا كنا بنتكلم عنه إنه تخلي الناس فكرة الأخر الأخر هنا ما بيبقاش عاوني لي ولا هو أنا عايش معاه ولا ده هو بيبقى منفي منفي وأنا أتذكر مثلا لو يعني في فيلم كده بيتدول في تلاقي ناس يعني ما تشوف البعض الأفلام اللي موجودة على اليوتيوب وكده وفيها حاجات أنا لما بشوفها كعالم اجتماع بنزعج جدا بلاقي ناس يشتموا ناس ولاقي ناس يتكلموا عن الناس بطريقة أو يتكلم عن نفسه ده أنا فلان وكده وانت متعرفش أنا مين يعني حاجات بهذا القبيل ما دي بتنفي فكرة المواطنة يعني بتخلي فكرة المواطنة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بتخلق نسيج ولحمة المجتمع إنه إحنا ممكن نبقى مختلفين في الفلوس أنا معي فلوس قدي كده وحضرتك معاك أكتر مني وفيه أكتر مننا بس إحنا كلنا مواطنين وكلنا فيه مساواة أمومية ما دي أنا أظناء وبدو صححني اللي هنا هلطان يعني فكرة التعالي بسبب الحجم المالي أو التعالي بسبب المنصب أو التعالي بسبب المركز الاجتماعي هو ده يعكس إن هذا الشخص وضيع هو نظرته لذاته إنه هو وضيع ولا قيمة له إلا إذا كان في المنصب أو عنده الفلوس دي هو من النوع يعني هو من النوع التاني من البشر اللي هو أظهر أظهر بالثنانية مش إنر بالثنانية يعني ما بيقولش ذاته من نفسه هو عمالي هو عمالي وهو ماشي كده عمالي يقول الناس بتقول علي إيه أو إن أنا لما أدخل كده وعلى فكرة المجتمع برضو المصري في خصيصة كده هي قديمة وهو برضو مع علاقتنا بالحداسة بناخد القديم ده ونعيد انتابه مع ليش يعني وهي إنه مجتمع فيه بيؤمن جدا بالتدرج ويؤمن جدا بإنه فيه بشر فوق بشر وإنه فيه ناس أحسن من ناس وإنه فيه ناس أفضل من ناس وإنه في بعض الأحيان لما يعني في بعض السياقات لما بتلاقي بعض الناس متوضعين شوية كده الناس تنقودهم وتقولوا أنت ليه كده ما أنت تدخل كده وتعمل كده ويجبروه على أنه هو يستخدم الأسليب والأدوات اللي تخليه هو يبقى أكثر ظهوره من الآخرين وأكثر يعني سيطارة على الآخرين وكده فالوقت عدى معليش بقى خلاص الوقت عدى لا ما فيهاش معليش شديدة يعني أنا عدى عمال بفكر في حاجة كده بفكر في حاجة بس مش هقولها بصوت عالي هنتناقش فيها كده وإحنا بنتمشى والله بعدما يعني ينزل التتر بس حقيقي أنا إلى أبعد الحدود سعيد ومتشرف ومش عاوز أخت وعاوز أسرقلي ثلاثة أربعة خمس ست ساعات من البرنامج اللي جاي وأي حاجة ممكن تبقى جاية لكن مفيش حاجة هتكبح الجماح ده غير إنه هحاول أعمل اتفاقه وإحنا بنتمشى وإنه مش عاوز أسمح لنفسي بأن أنا أخر حضرتك في المعاد أكتر من كده بقت الساعة تقريبا وحدة دكتور نورت وشرفت وأسعدتني وأفدتني وملأت مخي أنا وأظن ملايين من المشاهدين أنا أخليك شكرا جزيلا وأنا شاكل لحضرتك جدا 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 بالعكس طبعا تلفزيون بتاعنا باسبيرو ده هو أحسن مكان إحنا بنبقى سعداء فيه لأنه بنروح إحنا قنوات كتيرة بس دايماً لما بنيجي باسبيرو بنحس إنه إحنا يعني في قلب مصر يعني وده التلفزيون بتاع أهل البلد فأنا عايز أشكرك مرة تانية دكتور كل الشكر لضفنا العزيز الكبير الدكتور أحمد زايد عالم الاجتماع الكبير ومدير مكتبة الأسكندرية طب ما اكلمتوش عن المكتبة يا يوسف على الأقل في هذه المرة كان محاولة ولو بسيطة من المزيع للإبحار داخل عقل هذا الرجل المسؤول عن هذه المنارة المعرفية والفكرية المهمة جدا وعلي لأن الكثير من الكلام عن المكتبة ومع مدير المكتبة في أكتر من حال بس تصبروا عليها شوية تخلص الحلقة لحد كده ولو كان لنا العمر لقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات